تتأهب طيران الإمارات للتعامل مع أكثر من 190 ألف مسافر في نهاية الأسبوع الجاري قبيل عطلة منتصف الفصل الدراسي كما أن اليوم الجمعة شهد ذروة الحركة خصوصا خلال فترة الصباح وحتى 28 من الشهر الجاري وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 430 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة لقضاء عطلاتهم وزيارة إكسبو 2020 دبي